بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم أحبائي صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم ففي هذا الفيديو رحين نشوفوا طريقة أو نصائح مختلفة للنجاح والتفوق في الباكالوريا هذا النصائح موجهة لكل تلميذ أو تلميذة عندهم الباكالوريا وحبين يجيبوا معدل مليح باش يختاروا التخصص اللي يتمنوه فأول نصيحة جماعة نعطيها لكل تلميذ واللي هي النظام النظام ثم النظام كي تجي تقرأ لازم يكون عندك برنامج لازم يكون عندك برنامج لازم تكون منظام قال أنا اليوم ها واش نقرأ غدوة ها واش نقرأ على الساعة الفلانية نرقد على الساعة الفلانية نوضع على الساعة الفلانية ناكل على الساعة الفلانية نراجع النظام يجمعه هو أساس الحياة الإنسان اللي يكون منظم في حياته وفي دراسته يكون دايماً ناجح فأول حاجة النظام تاني نصيحة نعطيها لكم واللي هي المراجعة المستمرة يعني كل يوم نراجع كنت أعطيتكم برحة واحدة البرنامج ولا نعتبرها تحدي أنه كل يوم عندك ربع ساعات تقرأ فيهم فكل يوم نقرأ كل يوم نراجع مثلاً في الأسبوع كل ما نخرج من الليسي نراجع واشقرينا في القسم ننخصه ونراجعه أعود في الويكند ندير استدراك تعقول شي اللي قريتها هاد الأسبوع يعني المراجعة المستمرة ريح تخليك أولاً يعني تحفظ وما تنساش الأمور اللي قريتهم وأون ممطن رك تنقص على روحك الخدمة باش كي يجي لباك خلاص تكون حافظ وفهم ما تجي حتى لها داغنية مينوت وتبدأ من الزير فالمراجعة المستمرة مهمة بالبزاف تخوزيام نصيحة نعتبرها الأهم في كل شيء واللي هي اختر الأصدقاء الجيدين يقول لك لمتل الصاحب ساحب أوكي؟ يعني إذا كنتوا في جروب تعبنات ولا تعولاد اللي مثلاً عاطينها غير الضحك غير الشياخة غير التمسخير غير اليوتيوب للفيديو للجروب تعالى التليغرام يعني غير شكيل كما نقولو بالداريجا ستقولي ما رحيش تكونو ناس إنتاجيين ما رحيش تكونو productive في الدراسة تحيطو نفسكم بناس جديين دي جان سيريو تلاميذ يحبو يقروه تلاميذ ممتازين يجيبو دي بون نوت دي بون موين رحين بلا ما تفيقو أوكي؟ تحسيرو حكي ركي ديري كيفها ركي تيميتي هديك التلميذة المجتهدة مثلاً لو كانت دوري مع اللولة تع القسم ولا تحسيرو حكي ركي تتأثري بها ركي تديري كيفها بغيك زونك تشوفي المنهجية تعال دراسة تحا تشوفيها من الضمان تشوفيها مثلاً ناس جع شايخين وهي كونسانتخي تطرح الأسئلة تشاركو على الأستداء تقولي أوتوماتيك محتنتي تتبعيها أوكي؟ وهذه ستون بون شوز يقولك عاند وما تحسدش فأنك تعان دي وحدة تقرى مليح على ما قبلي سوف يكون هناك ريزولتات خي بوزيتيف عليك انتي فدايماً اختاروا الأصدقاء اللي يكونوا سيريو اللي يكونوا يقروا مليح اللي يكونوا يصلوا في الوقت أنا نفرح لي هكذا نشوف تلاميذ مثلاً كي يزي وقت صلا يروحوا يصلوا جميع في المصلا ولا يصلوا في القسم سوف يكونوا جميع جميع صحابات يحبوا يقروا يشجعوا بعضياتهم على الدراسة على الصلاة على المثابرة هذا حاجة مليحة بالبزاف وتأثر عليكم بالإيجابة جماعة نصيحة أخرى مهمة وهي تعلم من أخطائك متوما هات السنة بيانسير 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 هادوك هادوك ما تاخدوهمش بعين الاعتبار متوما كي تروحوا تفوتوا وان اكزاما ولا ان تاست ولا ان دوواغ اعتبروه انه راكو تختبروا المستوى نتعكم هل أنا متمكن في هاد المادة ولا مليش متمكن فيها هاد الشي راح يخليك تتعلم من أخطائك يعني أي خاطع نأكد لك أي خاطع ترتاكبه في الامتحان مستحيل تعاود توقع فيه في الباكالوريا فبزاف تناميد نعرفهم بسيخدوه في التغمينال ما يفوتوش الامتحانات يقول لك أنا ما عندي ما ندير بالامتحانات تعالفصل بس كما نحتاجها شهاد ديك الامتحانات بخبير مو رايحين يشجعوك باش تراجع ودوز يامو باش شوف النقائص اللي عندك وتتعلم من أخطائك أوكي فالامتحانات مهمين جماعة قبل ما نعطيكم النصيحة الجاية حبيت نذكركم لأنه بزاف تناميد يستألونا على الدورات اللي فتحناها فأولاً فتحنا دورة الفرنسية أونلاين هذه لجميع الشعب بسعر سبعين آلف شهرياً فهذا الدورة فيها كل شيء تحتاجه في الفرنسية دروس تمارين تطبيقات مواضيع رانبدي نضيجة مواضيع باكالوريا تسابقة وهذا الأسبوع اللي فات صدرنا موضوع مقترح لباكالوريا في الفين وخمس وعشرين كنا حلين فيه الأسئلة جاوبنا على الأسئلة وإن شاء الله الأسبوع الجاي راح نديرو لكانت راندو نتاعه ونعلمكم كيفاش ديرو لكانت راندو فهذا الدورة كما قلنا سبعين آلف شهرياً لجميع الشعب أما دورة الإنجليزية اللي فتحناها هذه المرة واللي راح تبدأ إن شاء الله لـ 19 أكتوبر 19 أكتوبر إن شاء الله ستنطلق دورة الإنجليزية هذه دورة شاملة كاملة بسعر سبعين آلف أوكي يعني بزاف تلاميدي يتواصلون معنا الآن ما فاهمينش أسكو سبعين آلف للشهر ولا سبعين آلف قاع الفصل ألو دورة شاملة كاملة بسعر سبعين آلف تاع الإنجليزية لشعب الأدبية ما زل ما فتحناش دورة الشعب العلمية أنا عادة نحضروا لها داكو لأنه أنا بسراحة أنا ما نحبش نفتح دورات غير هكذا أنا لو كان ما نكونش محضرة دورة مليح محضرة نفسي مليح باش ندير هذا الدورة ما نديرهاش ما كدبش عليكم يعني أنا يا ندير حاجة نشان يا ما نديرهاش أوكي على أدبها رأني عادة ما فتحت دورة الشعب العلمية دورة شعب الأدبية فتحتها لأنه ديجا خلاص أنا محضرة دورة ليح مليح باش تلميذ يعني يستفاد من الدورة فعلا أوكي ما نحبش أنا فقط نفتح دورات ونقول سهل لا حتى ندير كل شيء ونخدم قا خدمتي عادة باش نفتح الدورة أوكي على بها طولت الشعب العلمية دونك غير صبروا علي شوية جماعة دونك نفتح لكم دورة بإذن الله كيما قلت دورة الإنجليزية دورة شاملة تعال فصل بسبعين ألف أوكي أنا هذا السعر بزاف يقولوا لي أستاذ سعر الخيس بزاف أنا جماعة الهدف انتعي هو مساعدة تلميذ أوكي على بها لي بلي عندكم بزاف تعالي كور على بها لي بلي كل شيء رغالي إكساتي غاد دونك أنا الهدف تعي هو مساعدة تلميذ البسيط أوكي باش قاعد تقدروا تحضروا للدورة وإن شاء الله هتكون في ميزان الحسنات أوكي فليحبوا يسجلوا في الدورتين تعال فرنسية لجميع الشعب وتعال إنجليزية للشعب الأدبية يتواصلوا معنا في واتساب عن طريق الرابط الموجود في التعليقات تواصلوا معنا ونعطوكم بليش دو دي تاي على هاد الدورة وكيف اشتجلو وإكساتي فكما قلت هاد الدورات يعني فيها كل شيء تحتاجه في الفرنسية وفي الإنجليزية رح تكون مفيدة بل بزاف خاصة خاصة التلاميذ اللي دعاف بزاف هاد المادتين لناقصين ولا ما يعرفوش الفرنسي ولا ما يعرفوش الانجلي هذي رح تفيدكم بل بزاف طلع لكم من المستوى تتعلموا أمور جديدة تتعلموا كيفية فهم الناس كيفاش ندير باغاغراف لو كان حتى نكون ضعيف في الفرنسي ولا في الانجلي كيفاش نجاوب على الأسئلة حتى إذا ما فهمت الناس يعني فغي موحية لو نصائح وديزاستوس ولا أرواع وبسعر جدا 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 رمزي يعني هذا فقط لمساعدة التلاميذ فالآن شوفوا النصيحة الموالية هذه نصيحة مهمة جمعا تحتاجوها واللي هي النوم الجيد والراحة عند الحاجة أوكي يعني البارح مثلا توصلت معي تلميلا رهي تقرأ عندي في دورة الفرنسية قلت لي أستاذنا بديت لغي فيزيون على بكري بديت قاعد كي دخلنا وغاتلي خلاص لأني حسيت رحي بديت نعيا بديت نفشل شوفوا هي سيبيان سيبيان دات خمو تيفي يعني من البدايات الدخلوا محفزين متحمسين باشتقروا هذي حاجة مليحة ولكن جماعة رانا عادة في الديبت قلتها لا أحتلها قلتها أنا عادة في الديبت رانا عادة في البداية فمشي من لول تهلكي صحتك وتهلكي نفسك الآن بدأو غي بان غدم موايا غيب شوية عليكم أقرو كيتعياو ولا تفشلو ارتاحو كييجي كالنعاس رحي رقدي مشي مينة الآن وانتي في لينوي بلانش وانتي تخمي في الباك لا الآن رانا عادة نبدأ وهذا الدباغ فالدباغ لازم يكون غيب شوية جماعة غيب شوية كيتحسي روحك عيتي دي ريبوز كيتحسي روحك نعسي روحير بدي تحسي اليوم يعني اليوم ما كيش حسروا حكا كيحبة تقري ما تقريش بس كينا عدا نبدأ هادي تعلا بخيسي هادي رح جاي وقتها جماعة اللي كانوا يتبعوني العام اللي فات رح معارفين واش راني ينقول بس كيقرب الباك العام اللي فات بقيت ندير تحفيزات وتحديات للتلاميذ بقيت نقولهم الآن ماشي وقت النوم جماعة الآن ماشي وقت الرحال الآن ماشي وقت تجي تشكي وتقول أنا عييت وانا هاديك ماشي وقتها لكن الآن في البداية قوي عندك تولى دغوة عندك الحق عندك تقولي راني عيانة وراني مريضة وما قديتش وجاني نعاس ما عليش كي تعيي حبيبتي رح يرقدي ولا رح يرتاحي ولا رح يكوني كدي ولا رح يتفرجي ولكن رح جاي وقت الصح كيقرب الباك كيقرب الباك هاديك الوقت انا نقولكم ماشي وقت الرقال اوكي فوالا جماعة دونك انا راني نحاول كل مرة كي وصلوني تعليقات من بعض التلابيد راني نحاول للكم فيديوهات تحفيزية فيديوهات باش ننشطكم شوية بور فو موتيفي اي تيدي وان شاء الله كل مرة نشارك معكم فيديوهات من هذا النوع تمنى لكم احبائي النجاح والتوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته